موسيقى 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 السلام عليكم معكم سلمة من قناة سلمة سالمة مطبخ والإبداع اليوم البنات رح نعطيكم أفكار كيفاه تكون عندكم عرضة وتكوني مثلا وحدك مكان شيوني لي عاونك وتنظمي وقتك وتكملي كلش رح نعطيكم الأفكار اللي درتهم أنا هذه في رمضان كالراج اللي لازم يخدم ويدي معاه لصحابه نعطيكم كيفاه شدرت بشوية تنظيم أولا لبنات جبت ورقة وستيلو كتبت الحواج اللي رح نديرهم رح ندير جاري ميني بيتزا بلاف الفور كمونية كسرا سلاتا ورولي تاشيكولا كتبتهم وبقات هذي كلاجوندا تتبع فيها أول حاجة لبنات نصبت الجاري هنا لبنات إذا عندكم غدا أنصبوه في الليل أنا هنا رح نديره الفطور نصبته الصباح يعني بديت بيه هو اللوبل وهنا البنات وجدت هذه الخلطة تاع الجاج باش نخليه في الثلاجة يشرب هذه اللاصوس تاعو وبعدها البنات هنا عندي شوية مماعن فرزتهم ونضت الأمورة مشتلها وغسلتها اللي عندها بيبي مثلا ننوضلها صباح هنا البنات مع ذيك قلت لكم العجوندا ديما اللي تديروها كوشي و باللي كملتوها هنا تكتبت الحوايج اللي خصوني اللي رح يتشراو ورجعت للمعن كل مرة نغسل ونجي نغسلهم هكا بها ما يتراكملناش نحيوهم خير المهم البنات قلت لكم ديما حطوا هكا ورقة وستيلوا وراكم تكتبوا الحوايج اللي خصوكم كتبوهم الحوايج اللي درتوهم اكتبوهم هنا يا حطيتهم يكتروا باش نعرف نفرزهم ومبعدات ثاني نزيد نغسل اللي رح نخدم فيهم هنا يا وليت التحلية اذا عندكم تحلية شوية التحليات يديو هكا الوقت ويبغيوا يقعدوا في الفريجيدار درتها ذاك الرولي كي كملت الرولي ما بيما راهو يطيب وجت العجينة تعليميني بيزا هنا البنات اذا رح تديروا غضاء تقدروا توجدوا ليميني بيزا في الليل وطيبوهم نص طياب الصباح ديروا لهم لاسوس برك وطيبوهم وبديت اللي هنا نطيب في الجاري هكا نحيو الشي ثقيل كي ما نقولو الحويج الكبار نحيوهم هما اللولين هنا يا كي كملت هذا كرولي طاب زينته ونحطوه في الفريجيدار نكون تحلية ساية نيت منها ونخليه في الفريجيدار ياخذ الوقت التاعو هنا البنات رجعت لل كمونيان باش ننظف هذه الكبدة مثلا انتكم حوت ولا نظفوه شوية بكري بوسك هذا الحويج جدي وشوية الوقت وحطيتها هنا يا تغلي في هذا الوقت اللي راهي تغلي وجيت لصوس تعلي ميني بيتزا وبديت لقيتها يعني طلعت بديت نحل فيها وهنا يا البنات لي ميني بيتزا دخلتهم شوية بكري بشي اللوح هذاك البلاة تاع الفور طيبتهم كما نقولو نص طياب حتى يعني يقرب الوقت وانا نكمل لهم الطياب مليح بشي يبقى سخونين وهنا يا ذيك اللي بقى تدرتها هكا قرصة لينا يعني احنا يا برك الولاد وانا هنا يا البنات بديت نوجد ثاني في البلاة هذاك تاع الفور هاذ البلاة بزاف ساهلو بزاف بنين اني حطيته لكم في القناة وخيرته هو كعاد ساهل يعني ويجي هكا مليح كما نقولو لحتو في الفور ومبعده هنا يدرت يعني كي بقى تقريب ساعة ولا بديت نطيب في الكمونية بش نوجدها ومبعده نسخنها يعني برك هنا وليت لاجوندها بتاعي وبيتت نكوشي هكا الحويج اللي كملتهم هكا يعني تقريب اللي بلاكل كملتهم بقات لي وصلاة عبرك هنا وليت لماعين البنات ديما نحي ولمعين بش تبقى الكوزينة منظمة وليت هنا الكسرة هنا يعني ما بقى بزاف كانوا يذن المغرب لحت هذاك الفريك وكنت نطيب في الكسرة في نفس الوقت بش تبقى لي سخونة هنا يعني كملت تقريبا أنا مع الجاري كما نقولوا تزدت له هذيك الطماطم والفلفل لمسات الاخيرة تاع الجاري ها هي كي الكسرة وجدت كملت هنا يعني كلش بقات لي سلاطة اخر حاجة يعني درت سلاطة عادي هكا شوية زرودية و سلاطة خضرة برك يعني ما درتش روز ولا هنا البنات وجدت الحويج اللي راح يدي فيهم انتو ما في هذا الوقت كيكون خلاص قريب يعني بش تحطوا وجدوا لطابل تاعكم هنا راح نستعمل هذك الورق شفاف بها نغطي به ها هما كي كفاش درت حطيت هنا الكمونية ليميني بيتزا يعني كلش كي ما نقولوا وجدتوا الكسرة درتها في هذيك في سرفيات الجاري درتو في بورتمونجي تتقفل ها هما كي هكا وجدتهم هنا حطيت لهم غرف سقو هذك بش يسكيوا بيه وهذا وش بقالنا احنا اللي فطرنا بي أنا والولاد هذي هي ان شاء الله البنات تكونوا هزيتوا أفكار هكا ومكون يعني عاونتكم صرتوا وحداك تكون وحدها شوية تحصلوا مع الولاد وتتخلط لكم هنا كي ما شتوا درت قدان حاجة ويعني ما قولكم شما تعبتش بصح يعني ما كانش هذيك التعبات ذيك القاوية القاوية بشوية تنظيم هكا ويعني عجبوهم يعني الحوايج خاصة ان ذيك الكمونية وكل ماتوا عليها المهم البنات نخليكم على خير ونقولكم كنسوش تشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة